اهلا 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 بكم احنا مبارح كنا بنتكلم على ايه كنا بنتكلم على توجيه الرئيس بتطوير العمل في قطاع الزراعة وخصوصا ملفات الامن الغذائي ونمو الانتاج والصادرات وكنا بنتكلم على حوكمة منظومة التقاوي والاسمتة كنا بنتكلم في التليفون مع الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة فمعانا بقى النهاردة داخل الستوديو دكتور محمد فهيم منورنا ربنا خليك يا سيديو سيفشون جزيلا ايه الاحوال؟ الحمد لله تمام احنا كنا بنتكلم على المنظومة ككل وحتى كنا برح شرحت لنا مسألة الحوكمة انها تكون اجراءات يعني مضمونة 100% محكمة 100% للمنظومة بشكلها المتكامل يمكن انا هفكر اكتر معاحدك بصوت عالي طيب احنا دلوقتي الحمد لله بقنا عندنا بنتتسع في المساحة تحت رقعة المزروعة عندنا الكلام اللي كان بيكلم فيه مبارح الرئيس مع دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الزراعة وما الى ذلك انا ايه خططي او تصوري او طموحي في زيادة الصدرات اللي انا بطلعها سواء كان صدرات زراعية من الحصلات او من المصنعات بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا اللي سعيد جدا ان اكون مع حضرتك حضرتك قامة اعلامية وطنية محتربة وليك كتير في نفوس الناس الوطنيين اللي بيحبوا البلد اللي انا عارف ان كل كلمة بتقولها حتى اسلوبك في الكلام اسلوب حد مخلص للبلد دي ده رقم واحد رقم اتنين طبعا انا اللي اسعد ان اكون في التلفزيون المصري لان هذا الكيان اللي شكل وجدان المصريين على مدار عشرات السنين وليه برضو معزة فيه طبعا اقولوا بالناس فده طبعا شرف كبير جدا اكون مع الاتنين مع حضرتك احنا يا بختنا وفي تلفزيون المصري ربنا اخليك حضرتك اه طبعا الكلام اللي حارك بتقوله والاجراءات اللي الدولة بتاخدها في هذا الاطار سواء اطار حماية ملف الامن الغذائي او اطار ان انا اعمق معرفة العالم في سمعة الصادلات المصرية وللمك ده نقطة مهمة جدا الحتة ان انا اصدر لأكتر من 160 دول والعالم كله كم دول والعالم كله 190 دول تقريبا بصدر لكل العالم منتجات وسلعب لازم يتكتب على العبوات في اي سوق في هذه البلد ميدين ايجيبت مصر لازم يتكتب على هذه العبوات ودي كل واحدة مديلها معاني كبيرة جدا النقطة المهمة التانية اني طيب عشان اصدر واتوسح في الصادرات مهلها اجراءات هل فجأة كده ان انا اروح مصدر 6 ونص مليون طن السنة اللي فاتت السنة دي ان شاء الله متوقع يعدي السبعة في رقم تاريخي لمصر في ظل هذه الظروف الصعبة سواء على مستوى التجارة العالمية على مستوى الاغلاقات اللي حصلت على مستوى لسه تدعيات الكورونا موجودة والامور السياسية الموجودة في العالم كل هذه الامور وانت عمال صادراتك يحصل لها تنمية مش من فراغ ولا من بلاش واضح جدا ان هذه الدولة تعلم جيدا ماذا تفعل ودي بقى النقطة اللي حضرتك كنتم تتكلم فيها قبل الفقرة ثقافة هو الثقافة مش كراءة وكتابة الثقافة هو ان يعلم كل مواطن عايش في دولة هو الدولة دي مش يزاي ثقافة تعامله مع الناس سلوكه اليومي اكله وشربه وتعامله في كل حاجة هاي دي الثقافة مش الثقافة النقرة كلمتين واجهة فلسفة عن الناس بيوم دي مش الثقافة فالحرك بتعمله والموضوعات الحرك بتفتحها دي جزء كبير جدا ان انا اثقف هذا الشعب المحترم اللي يستاهل ان يعرف لازم هذا الشعب يعرف هو الدنيا مش الثقافة طبعا الامور صعبة شوية عن الناس الامور محتاجة الناس يعرفوا ان احيانا بيبقى فيه تشابك وتعقيد ما بين العالم كله فيه زروف اقتصادية فيه كذا فيه كذا لازم يعرف ولازم يكون عنده يعني ثقة كبيرة جدا ان الدولة دي شغالة لمصلحة الناس بتاعتها ان مصر ماشي في هذا الاتجاه لمصلحة الناس بتاعتها فكل اتجاهات الحفاظ على ملف الامن الغذائي هو في صالح هذا البلد انا يعني لو درت اقول لحضرتك المحاور ان مصر شغال عليها كلها لازم تكتب جنبها كلمة لأول مرة في تاريخ مصر لازم تكتب جنبها وبصفة غير مسبوك لازم يكتب جنبها كده فعليا هي كده تعال نضرب اسئلها دكتور هدي الحضرتك امثلة مهمة جدا هذه الصحراء الممتدة في مصر بلد صحراوية بالمناسبة مصر بلد صحراوية لان حاجة و90% صحراء وده من الاف السنين فقط هذا الشريط الضيق الذي احيى المصريين ببعض فضل ربنا اللي هو النيل الشريان الحياة زي بسموه هو الموجود وحاوليه بتقيم الحياة كلها والزراع وكله فجأة دولة الكلام ده من السابعينات بلقت الدولة تقولت ما نخرج خارج هذا الحياة زي الضيق واستصلح الصحرا فبلقت تستصلح الصحرا وفضل تستصلح صحرا لغيت بعد 2012-2014 دخلنا في 2014 كان كل بتقدر تضيفه للركعة الزراعية ما بين 10-11 ألف فدان في السنة بالعافية ومش الدولة اللي كان بتستصلح كان بتقول الكتاعة الخاص اتفضلوا قد الصحرا قدامكم شوفوا الحتة اللي تعجبكم ازرعوها فبلقت يحصل زيادة تدريجية في المساحات المنزرع وفجئنا كلنا بعد 2015 ان بدأ يحصل اقتحام للصحراء بمعنى كلمة اقتحام فبدأنا نضيف ما يزيد عن 120 و130 ألف فدان في السنة لو قدر أقول لحضراتك ان المساحة اللي تم إضافتها للركعة الزراعية وتم إضافتها منين من زي ما قلت حركة الصحراء كانت أمام أعين الجميع لعشرات السنين مضت ولم يجرؤ أحد على الاقتراب من هذه الصحراء لم يجرؤ أحد وده يعني فرص كتيرة جدا في البلد دي على مدارها عشرات السنين قادة الصحراء موجودة اقتحمناها مش ببلاش بمليارات الجناهات من لحم البلد الحي عشان تعمل هذا الوضع الموجود دلوقتي اللي الناس أحيان بيشتكوا من الأسعار والله العظيم ثلاثة لو لا فضل ربنا ولولا إضافة كل هذه مئات الألاف من الأفدنة اللي اضافت في الركعة الزراعية الفدان بيجيب عشرين طن في السنة عشرين ألف كيلو منتج زراعي بترمي في الأسواق للناس لو لا إضافة هذه الركعة الزراعية اللي الدولة تحملت على عاطقها أن هي اللي تستصلح وتدفع المليارات وتعمل كل شيء لكن عندنا مشكلة في الأمن الغذائي المصري فعليا وده مش بيه بيتحد بالورق أو الألم حجم سوق الاستهلاك المصري اللي بيستوعب أكتر من مئة وسبعين مليون طن في السنة منتجات زراعية هتجي منين أنا ما بزرع في ستة مليون فدان أراضي قديمة وكانت تلاتة مليون فدان أراضي جديدة كان تماني وكانت تعديات على الأراضي الزراعية القديمة وما سبناش في حالها حتى الأراضي الزراعية التاريخية الخزبة ما سبناش في حالها كلتا لولا أن الدولة حاطت برضو قوانين صارمة ونزعلوا من الدولة وقالوا بتديقوا على الناس طيب ما أنا إمكاناتي محدودة وأنا عادت أربعين سنة أحافظ على أسعار الأكل والشرب وتقع من دولة والعشوائيات وصلت لزور الدولة مش عشوائيات مباني عشوائيات حتى السلوب الزحمة كل شيء حتى تهالكت البنية التحتية في البلد تماما أنا بقول لحضرتك أهو ودي شهاد ربنا حاسبنا عليها قبل أي حد حاسبنا عليها لولا كل هذه الإجراءات اللي الدولة عملتها ولولا هذا المجهود والإخلاص من رأس الدولة لكان هناك أمور كان لا قدر الله وسنة لمراحل يعني صعبة جدا جدا على الناس وكان ساعتها لا سوشيال ميديا هينفع ولا الناس اللي بيصوتوا على السوشيال ميديا ولا الناس اللي بيهجموا الدولة كل الكلام ده مش أأكل الناس ولا يشربها اللي هيأكل الناس ويشربها المجهودات اللي الدولة بتعملها فكل هذه المئات الأفدنة اللي تم إضافتها للركعة الزراعية هي دي اللي عملت هذا الاستقرار نوع الماء حتى لو كانت الدنيا غالية شوية ده على كل الدنيا يعني بالمناسبة يعني البصل مثلا دلوقتي في مصر غالي أوي طب في السويد غالي ليه طب في أوروبا غالي ليه مثلا السلعة نفسها أصبحت سلعة نادرة على سبيل المثال فده بدل حاجات مثالي يعني لأن كل الدنيا مرتبطة بعض فده أحد المحاور المهمة جدا اللي الدولة اشتغلت عليها إحنا يعني بنشوف تلفزيونات ونشوف السيد رئيس الجمهورية في التشكة وفي العوينات العوينات دي فين على حدود مصر ما بين السودان وتشاد السيد رئيس الدولة بيعمل إيه هناك راح هناك الصبح بالطيارة رجع ساب لك 250 ألف فدان 250 ألف فدان يتحطوا في رصيدك عافلة محد يحط لك 250 ألف جنيه في رصيدك في البنك تفرح بيحط 250 ألف فدان في رصيد البلد دي وفي رصيد الأجيال دي وفي رصيد الحماية ما يسمى بالأمن الغذائي اسمه أمن الغذائي ما اسمه مش أكل وشرب العالم والأمم المتحدة مسميه أمن الغذائي زيه زي الأمن القومي زي الأمن الشخصي أنا هستأذر حياتك في حاجة كده عايز أعرفها من المسيادتك زمان وأنا صغير على رأي الأغنية كده في التمانينات كنت دايما نوع دقر كده تصريحات ومش عارف إيه مشروع المليون فدان ماشي هو ما حصلش بس مش دي قصة قصة إنه أنا كان عندي رقعة زراعية ما بتتآكل وكان معدل زيادة الرقعة الزراعية زمحتك دخلت كده قليل جدا 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 وبالتوازي أنا عندي زيادة سكانية بتزيد أكبر بكتير من قدرتي أنا زاك على زيادة الرقعة الزراعية وبالتالي إنتاج المحاصيل هو أنا كنت كام وبقيت كام أولى حضرتك حاجة من فترة مش كتيرة جدا نتكلم على الأربعينات مثلا مثلا سنوات الكارن الماضي كان تقريبا معدل الفرد نصيبه من الأرض الزراعية داخل على فدان نزل أقل من فدان بس فدان أنا دلوقتي اتنين إراض معدل الزيادة السكانية زادت في خلال المئة سنة خمسمائة ضعف ومعدل الزيادة في الأراضي الزراعية زادت خمسين في المئة يعني زادت بمقدار خمسين في المئة كانوا هما ستة مليون فدان وصلوا تقريبا لتمانية مليون فدان أو سبعة ونصف مليون فدان زادوا خمسين في المئة دي خمسمائة في المئة ودي خمسين في المئة أي أن كان ده جزء من تركيبة هذا البلد إن في زيادة في السكان البلد مش تقف مكتوفة إن في طلب كبير جدا على السلعة الزراعية على السلعة الغذائية بسبب هذا السوق الضخم من الاستهلاك فبدأت انها تعمل انها يكون عندها هذه الجرأة اللي بقول الحرك عليها دي جرأة لو لهذه الجرأة كان عندنا مشكلة كبيرة جدا لو كنا نمشي بالسلحفات زي ما كنا بنمشي الزمان وما كان شيء ينفع السلحفات كامل لغاية أخر المدار كان لازم كانها توقف كان لازم لقدر الله البلد دي هتوقف لان ما كانتش هتستحمل أنا في 2014 كان عندي قد إيه تقريبا لقعة زراعية 8.4 من 10 أو 8.5 مليون فدان أنا دلوقتي داخل على 10 مليون فدان هارك عارف مليون ونصف فدان في ظل ان بالمناسبة بسبب الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية الدول كبيرة جدا بتفقد ملايين الهكتارات سنويا بسبب كل هذه الأزمات يمكن انت الدولة الوحيدة المحطوطة كده في خارجة العالم انك بتضيف رقعة زراعية الدول بتفقد ملايين وانت بتضيف رقعة زراعية هل الأمر ده لا يستحق ان المواطن البسيط قبل المواطن المثقف يقف قدامه ويقول الله هو في خلال السنتين اللي فاتوا لما كان فيه أزمة الأمح ما كانش اسمها أزمة كورونا ولا روسيا وأوكرانيا كان اسمها أزمة أمح لان فعليا هي أزمة الأمح حصل أي نقص للغفعيش من رصيد حد من المواطنين في أي فرن خالص حصل في 2005 كلنا فاكرين جدا كان الناس كان في الناس بيموتوا بعضهم على الأفران طبير العيش مع رفعيش كل هذه الظروف والإغلاقات والصعوبة الشديدة جدا في الاقتصاد العالمي واقتصاد الدول والاقتصاد الإقليمي ما شفناش هل الموضوع ده جاء زي ما بيقوله كده بالصدفة لا واضح إن فيه إجراءات يعني ده عشان لغيفل الخبز يكون موجود البلد عملت خمس مشروعات قومية عشان تحفظ لك على ملف اسمه الأمح بس خمس مشروعات توسعات أفقية وزرعت فيها خضر وفكة وزرعت أمح يمكن لأول مرة في تاريخ مصر يتزرع أمح في الصحراء كان لا يمكن يقولك محصول غير اقتصاد يزرعوا زي ده التكلفة عالية في الصحراء البلد دفعت فلوس وزرعت الأمح مية وخمسين ألف فدان في توشكا وفي شرق العوينات وفي مستقبل مصر الوحدها ستين سبعين ألف فدان يتزرعوا أمح طلعوا مليون يا أستاذ يوسف طلعوا مليون طن زيادة وليه وانا عندي كم مليون عاصة نطلع مليون طن زيادة ده يرقم كبير جدا يعني طبعا يعني مئات الملايين من ولا مليارات الأرغفة موجودة بسبب هذه الزيادة في النهاية إذا أقول لحضرتك كل دي مشروعات قومية كبيرة جدا هو برضو السؤال المهم اللي أي مواطن نسأله بنسمع عن محطة معالجة مياه الصرف الزراعي في المحسامة اللي بتطلع مليون متر مكعف اليوم وفي بحر البقر بتطلع ستة مليون متر مكعف بالوقت أنا شغالها الحمام الحمام سبعة ونسف مليون متر مكعف ما كانت أكبر محطة كانت بحر البقر أنا بنافس نفسي في إيه بقى وانتوا بقى مقاركمش غير أكبر محطة أقبر ما هو أكبر محطة أكبر محطة 이나 هتطلع إيه هتطلع مع احترامي يعني هتطلع أضواء وألعاب نارية ولا بتطلع عن مية نستصلح بها الصحرة فانا بتكلم على أطول نهر صناعي في العالم في العالم موجود في الصحرة الغربية اللي هيغز منطقة الدلتة الجديدة دي كلها اللي هي موجودة من ألاف السنين بالمناسبة دي الصحرة موجودة من ألاف السنين اللي هيغزيها فبالتالي هقدر أتوسع في الركعة الزراعية أكتر من دلوقتي وفي الحالة دي يحصل تصارع كبير جدا في إضافة الركعة الزراعية أنا بقول لحضرتك وده إن شاء الله هيكون وعد رباني مش وعد من بشر بإذن الله في خلال سنوات قليلة موضوع الدلتة الجديدة عشان كده اسمها الدلتة الجديدة العملاء 2.4 مليون فدات ده اللي هيعمله في اقتصاد هذا البلد وفي ملف الأمن الغذائي بالتحديد كتير جدا بس مش ببلاش بمليارات المليارات وبصبر وبتعب الناس طيب هستأذر حضرتك هطلع فصل وهرجع بعض بالفصل نكمل هذه المناقشة شديدة التراء والأهمية حول مستقبل الأمن الغذائي المصري لو حبينا نسميها كده استنونا بعد الفصل نكمل كلامنا مع دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة أهلا بكم مرة ثانية وكل الترحيب بضفنا العزيز دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة طيب ولازلنا في إطار الحديد حول مستقبل مصر أو مستقبل الأمن الغذائي المصري إيه تاني يا دكتور طبعا بالإضافة لكل هذه الرقعة الزراعية التي تم إضافتها للمساحة المحصولية في مصر كمان موضوع أن يكون فيه مصدر غير تقليدي للمية كل التوسعات دي هتعتمد إما على مية النيل أو على مية الأبار وفي كلا الحالات هي مية لها مخصصات أخرى يعني مية تعتمد عليها زراعة وغير وغير فما قدرش أضغط على هذا المورد فالدولة فكرت ما شوف مورد آخر غير تقليدي وبسبب هذا الموضوع يتعامل موضوع المحطات العملاقة الموجودة اللي هي بتضرب كمعة صفر بحضر منها توفر مصدر غير تقليدي ومنها تتخلص من جزء كبير من التلوث اللي أحيانا بيبقى موجود دي محطات المعالجة السلسية في المصاري غير محطات تحليط المياه الملح لأ محطة تحليط المياه الملح الغد الوقت هي مش موجهة للزراعة نوع المياه لأنها مازالت مكلفة ولكن أنا بتكلم على معالجة مياه الصرف الزراعي بتعالج ملايين الأمطار من المياه يوميا أنا بتكلم حركة على 8 مليون متر مكعب المتر مكعب ده طن مياه لو طبعا أنا بتحسب بالمتر المكعب بس عشان نفاهم الناس عشان ده حجم 10 مليون طن مياه يعني 10 مليار لتر في اليوم 10 مليار لتر مياه في اليوم ده إيه ده ده إيه اللي بيحصل هو ده لصالح مين ده لصالح مين كل هذه المحطات اللي تدفع فيها مليارات لصالح مين هل المياه اللي بتعالجها بنصدرها أو بنودها لبلد تانية ولا هتضخ في هذه الصحراء اللي تروي الصحراء وتجيب خير للبلد دي وخير للأجيال اللي جاية هو فيه نقطة مهمة جدا أحيانا الناس هيزعلوا من حتة دي أحسني فيه شبه أنانية شوية إحنا عادناك سنوات طاولة جدا كل ما حد يجي نحية أسعار الأكلة أو الشربة أو المعيشة الناس تقول لا خلينا كده خلاص ومش مهم اللي جاي إيه اللي جاي ده مش تبعنا الأجيال اللي جاي دي مش تبعنا مش تبع مصر ما انت لازم نتعمل لها دي انت طول النهار بتطفح الدم في شغلك عشان أولادك ما هل دي الأجيال اللي جاي بص أنا دايما من أنصار المواطن معذور مواطن مطحون بقاله 40 سنة فهي تنفيسة كلام ساعة الجد المصري بيستحمل اللي مفيش مخلوق يستحمله وهو عشان محترم وعشان معظم المصريين محترمين ومخلصين وطنيين وبيحب بلدهم معظمهم طبعا بس أحيانا بيبقى تم التركيز على قلة قليلة جدا من المصريين اللي أصلا مش مصريين للأسف على سبيل المثال بس أقول لحركة مثال كان اللي وين اللي فاته وكان فيه كلام شوية وكان فيديو كده تم اكتطاعه من صوبة أو صوبتين وبدأ يتكلمه على مشروع قومي تبا أنت بتصور صوبة أو صوبتين تتكلم على مشروع قومي ليه هل يصح وانت قاعد في غيتك أنا معد عليك على الجسر كده وانت في عز الولعة في غيتك وبتشتغل وتعمل قال أعود مكسور على رأس الغيت أصوره وروحه البلد هيصلك في البلد وصوت والتم ومين ألم يدي عندي يعني حتى لو موجود دي مش كبري لقدر الله وقع ولا بتاع ده صوبة بعد أقل من ساعة بتتنظف وتتزرع الموسم الجديد مش ده المقصود المقصود أن الإنسان لما يجي يعمل طرح يكون عنده ضمير عنده زمة عنده دين عنده بينه بالنفسه صد قبل ما يطرح حاجة عمال تهيس وتعمل عشان إيه ما هالناس كلها مخلصين ومحترمين في أرضهم وفي أعمالهم وفي كذا انت عاوز إيه من البلد دي طيب ده يخدني على كلمة قالها الرأي سمبرح وكان توجيه مهم جدا على ضرورة استخدام أسليب الرأي الحديثة ببقى نحن جبنا سلطة للصوب الرأي داخل الصوب والرأي أيضا للمحاصيل الحقلية والرأي أيضا حتى للأمح وما إلى ذلك أصبح بيتم بطرق لم نكن نعهدها ولو كنا بنشوفها كنا نشوفها بنضرة كده زمان أقول لحضرتك حاجة دلوقتي الحمد لله أنا داخل تقريبا على أربعة مليون فدان في الصحر الأربعة مليون فدان في الصحر كلهم بيتروا رأي حديث إما بالبيفوت المكان الكبير أو ده اللي بالرش أو بالتنقيد فكله رأي حديث كفاءة استخدام المياه في الرأي ده بتمثل تقريبا 80% رأي بالغمر ما بين 40% ل 50% وفي النهاية موجودة في الأراضي الوادي والدلتة ودي حتى الدولة مش هتسيبها حلو فيه دلوقتي مشروع قومي أو فيه توجه سيادي أني تم النظر فعليا في هذا الأمر في موضوع تطوير وتحديث حتى لو ممكن نكتفي في المرحلة الأولى بالتطوير أن أنا أعمل تبطين طرع تبطين المراوي أعمل تطوير المآخذ بتاع المياه المهم في النهاية أن أنا أقلد الفقد قدر الإمكان وفي نفس الوقت تبقى المياه متاحة لكل الأراضي الزراعية مش معقولي بأراضي دلتة وهي أراضي خصبة وأراضي تاريخية ومش ما وصل لها مياه فكل ده الدولة فعليا بتشتغل عليه هو السؤال بس بتكلف المشروعات دي منين بتكلفها من الموازنة العامة طيب بتقدم الموازنة العامة ليه؟ ما هو لازم يتعمل كده ما ده بإعادة هيكلة بنية تحتية البلد كانت وصلت لمرحلة أن البنية تحتية بتاعتها كانت وصل لمرحلة الصفر كانت قربت من الصفر في سنوات فاته هعيد هيكلة هذا البلد وأعمل بلد تستحق أنها تعيش وسط الأمم ومتتباها أن دي مصر ولا هنسيبها ده أنا كنت أبدأ مثلا بسيط جدا عندنا في الأرياف اللي عنده مهتمة أو بالأكل والشرب والملبس والشكل والقدام الناس والبتاع لغد الوقت لسه بيته بتوب الناي بتوب الطين والناس بانوا بيوت جنبه وهو لسه لغد الوقت بيته بالطريقة دي ليه؟ لأنه بدأ يهتم فقط بالمظهر اهتم ببناء اللي جاي بناء المستقبل مستقبل البلد دي في كل المشروعات القوامية الموجودة يا إما تقف في صف هذه المشروعات فبالتالي تقف في صف مستقبل بلدك أو تهيص مع البهيص ومالكش مكان في وسط الناس في وسط الشعب المحترم اللي هنا مالكش مكان ما تقعدش تدلس وتجذب عن الناس وما تقعدش تنشر حالة من الإحباط ما بين الناس انت شطاني انت شطان طيب خليني هرجع حالة شوقتين سبك منهم ده شوية تعريمهم يعني لكن خليني هروح حالة صلاحات جديدة كلها فهرجع على النقطة برضو من اللي تكلم فيها الرئيس مبارح تكلم على مسألة التقاوي ودور البحوث الزراعية الحقيقة كان بالنسبة لنا كمواطن عادي جدا بيحب فكرة الزراعة ليس إلا يهواها ولو قليلا احنا عملنا تفرف مسألة التقاوي دي وبالتالي رفعنا انتاجية الفددين على اختلاف نوعية المحصول حصل حصل عشان كده هذا التوجه كان قائم دائما أنا موجود في الوزارة مع السيد وزير الزراعة هذا التوجه أن لابد من التوسع فيما يسمى بالتقاوي المعتمدة التقاوي المحسنة التقاوي اللي بتكسر لسه بشوكها زي بيقول لسه بتقيتها الانتاجية بدل ما الفلاح يكسر من بيت كل سنة لا أنا كدولة هوفر لك تقاوي معتمدة تزرع بها طب ايه الفرق ما بين تقاوي البيت اللي بيكسرها المزارع وتقاوي المعتمدة الفرق يعني بيوصل لغاية اتنين اردب في الفدان يعني الفداني اللي بيجيب 17 اردب ممكن يوصل لعشرين اردب طب الزيادة دي زيادة بتكلفة ولا زيادة مجانية زيادة مجانية للمزارع طب التقاوي المعتمدة للدولة اشتغلت عليها وزارة الزراعة حطت في اعتبارها اني لازم اغطي كل مساحات الامح في مصر بتقاوي معتمدة يعني تزود اتنين اردب فيه تلاتة مليون فداني ولا تلاتة وشوية مليون فداني بتكلم على ستة مليون اردب زيادة فقط مع انتاج تقاوي معتمد طب التقاوي المعتمد دي تكلفة على البلد او تكلفة مليارات على مصر عشان تقدر تنتج هذه التقاوي وهتدها للمزارع باسعار مضعومة يعني تدها للمزارع زمان كان المزارع بيزرع حقل الامح بتسعين كيلو تقاوي تسعين كيلو دلوقتي تسأله كده يقولك لا التقاوي الجديد انا مزرع ما بين 40 ل 50 ل 55 كيلو بالكتير يعني حتى وفر لها في التقاوي الجزء الامح معروف في التقاوي كانها اللي بيروح للدقيق مفيش فرق فحتى الجزء الزيادة اللي كنت مزرع يروح يخش في انتاجنا القومي ويعمل احتياط استراتيجي محترم انت احتياط حضرتك الاستراتيجي من الامح كان دلوقتي دخل في 4-5 شهور كانش بيحصل كان شهر شهر دي معناها دخلت في دخلت في مرحلة اللا يقين الخطر ان لما يحصل المشكلة في الدول اللي بتصدرلك ممكن لقدر الله ده اللي كان بيحصل زمان والناس بيموتوا مع دهم على الأفران بدأت دولة تشتغل في هذا الأمر حتى لأمر مرتبط بالموضوع ده برضو المشروع قوي من الصوامع كان عندك مليون طن بالعافية تقدر تخزينه بالعافية دلوقتي بتخزين 3.5 مليون طن صوامع وحوالي مليون وشوية طن تاني في ساعات تخزينية اخرى عندك 5 مليون طن تخزينه ومو انت مرتاح الصوامع اللي تبانت والساعات التخزينية اللي تبانت تبانت ببلاش تبانت مجانا ولا الدولة عارفة هي بتعمل ايه اقدر اقول لحضرتك برأي الخبير والباحث بعيد عن ان نكون مواطن بسيط الدولة لأول مرة في تاريخها تتعامل بزكاء مع كل هذه الامور بزكاء وبمنهجية وبحرافية قلت لي رقم الحقيقة يخض مليون طن قدرتي التخزينية في المصارع في 2014 انا قاعد 30-40 سنة كل اللي قدرت اعمله ان انا اعرف اخزن مليون طن واقعدت في اقل من عشر سنين زودت عليهم اتنين ونص مليون طن ثلاثة ثلاثة ونص كمان فانا بتكلم على مساحات احنا كنا بنعمل ايه زبا كنا ضيعنا فرص يا سيد وصف ديعنا فرص مين يحسب مين جاينا حسب العاوز يبني دلوقتي جاينا حسب العاوز يعمل دولة بجد جاينا حسبه دلوقتي واحنا كنا فين من عشرين سنة وعشر سنين وخمساشر سنة كنا فين فرص كتير جدا دعتها البلد نسيبها بقى تعود اللي فاتته وبسرعة ولا نقف نتكلم كتير ونهيس كتير نازم كل مواطن محترم في البلد دي المزارع البسيط المزارع البسيط جدا نقولك لما تيجي تتكلم مع واحد تقولي يا فلاح هنقفش ده أحسن ناس طواء هم أحسن ناس بيأكلني وبيشربني وبيصدرلي وبيجيبلي دولاراتهم أقول لحضرتك حاجة تحب المنجة؟ أه في عد حل بشي حبة المنجة اللي ساتتك شكلها حلو ورحيتها حلوة وطعمها حلو دي بتاكلها يعني بلاينا نشافها في ثلاث دقايق خمس زي المزارع قاعد جنبها قدي في الأرض أربع شهور أربع شهور علشان الموسم لكن من ساعة ما كانت لسه شتلة فسيلة صغيرة على ما طلعت قاعدت كم سنة عشان تطرح مرافو على حدود انت كده لقد عمال بيشتغل وبيصرف وبيعمل النبي بجد يعني على إيه دي يخوف فيها الدكتور اخذ اعتمد لي الدكتور ربنا خديك يا رب أولا دكتور محمد فعيم تنورتني وشرفتني وأسعدتني ودت لنا كده مجموعة من الأرقام تتحط في عين العدو زي ما بيت قال أشكرك جدا نورت وشرفت وأرجو ألا تنقطع ما بيننا اللقاءات مش بس الاتصالات تدورنا دايما وتشرفتنا في برنامج التاسع أنا اللي بشكر حضرتك جدا شكرا جزيلا حضرتك ألف شكر لي كل الشكر للدكتور محمد فعيم مستشار وزير الزراع خد بالك من الأرقام اللي الدكتور قالها قالها على معالجة الميا واللي قالها على اتساع رقع الزراعية واللي قالها على القدرات التخزانية للصوامع المصرية واللي قالها على معدلات انتاجات الفدان واللي قالها على الوفر اللي بيحصل للمزارع ولو حتى في التقاوي يعني الفدان بقى بيوفر من 50 ل 45 كيلو تقاوي بس ويجيب له انتاجات زيادة 2 أرداب دي حدوتة ولسه هنكمل حاكي يمكن خلصة الحلقة النهاردة لكن لا زال الحكي مستمرا معكم في التاسعة قولوا ان شاء الله سلامان